طيب نجي بقى للاكل وانا قلنا هنأكل طبيعي ما هواش انا عايز ادخن فانا جاب حالة رز وجنبها حالة ملوخية وعملها اقل من ملوخية على الرز ومن الرز على البطاطس والبتاع وابدل اكل لحد ما بطني خلي بالك انت ديكي لمت في الاكل مهما كنت مش هنروح جاب الحلة وروح وكلا وروح عاد بقى مقدار ستتنفس وحصل لي مش كده خالص مش هنأكل كاملة بطني فانا هدخن مش هيحصل لازم يا جماعة تكونوا عارفين مصاري الطبيعي للاكلة ومش بشكل طبيعي لو كانت حبة قد كده اهو ممكن تاخد منهم خلايا دهونية او خليتين كل يوم مثلا ويبدأ تتخاني حبة بحبة يعني لازم تشوف الاول دكتور جهاز هضم كويس يشوف تحليل كويسة يشوف صورة الدم بتاعتك كويسة عندك نقص في الحديد نقص في الفيتاميس في الحاجات دي لازم لازم التشخيص المزبوط يبقى هناكو الاكل طبيعي وهنزود وهنزود البروتين اللي هو البيض اللبن اللحمة السمك المنتجات الالبان بكل شكلها كل ده هيديني خلايا دهونية زيادة تتحط على جسم فهيبدأ جسم يملي طيب وفي حاجة عندنا منتج الحقيقة كويس برضو هاي الاسمه مربة النحافة ده المربة للنحافة ده برضو واحد دي تقولي ايه اه يعني انا هاخد المربة دي علبة مربة كده هاخد معلقة كبيرة تلات مرات هدخن قديره في الشهر هي كلها كيلو المربة يعني بس انا بساعد اللي انا بقول عليه انا بديكي سيستم اكل او ريجيم تغديه مش ريجيم بقى اه نظام تغذية شكل غذائي تكليه كل يوم وبالتالي انت لما تاكل الاكل ده ما عمربة النحافة انا عامل مساعدة يا جماعة الحاجة اللي عندنا عامل مساعدة تغدية دي تغدية سانة شلت انا بلدة كده بتقولك سبت شهو يعني المربة تعمش عليها سنة مربة في الاخر يعني عارفة انت في داخل حاجة طبيعي عام حلبة مطحونة على فزق مطحونة على ترمس مطحون على عسل السويد حاجات الطبيعية كلها اليه بتغذيكي يعني انجورة من تغذية فانت المتخدم بحلبة معلقة مربة ماهاش حاجة يعني طيب يا دكتور ده بجانب الادوية لان في بناتها بتستخدم فاتح للشهيه في الناس بياخدوا قراص غير فتح الشهية وقراص تانية بيبقى فيها كورتيزون بيعمل مية تحت الجلد ودي ضراجة عشان كده نقول لها جماعة أرجوكو خلينا في الورجانيك خلينا في الهيلسي فود خلينا في الهيلسي دراجز العلاج الصحي العلاج الطبيعي العلاج اللي هو ما يصرش على جسمك ولا أشعر على بشرتك بياخدوا نفس جئة ان حد كان بيكلام من الكلام ده من فترة طويلة جدا يقول لي ان هو جاهد قراص ومش حالك فيه فاخدت القراص ده يتعباره عن كورتيزون يعني هي هو بيحتمل عن كورتيزون فيكون مية على جسمها فتح السنية تخلط طبعا ده بيدمر الكلا وبيدمر الكابل وبيدمر رجلس الجسد طبعا ده انا شاشف العظام مية من الأمراض كتيرة جدا فهي عشان تعاليك حاجة دمرت مية ألف حاجة فعشان كده لها جماعة أرجوكو بلاش الدواء عمال على بطول إنما أنا بوافق انك تاخد العشاب عمال على بطول يعني لو أنا مثلا هجيلك مربط نحافة كانت بدلا للتلات معالق خدت عشرة ما عنديش مشكلة خدت البرطمان كله في يوم أو الرزق كويس فاختبالك يعني هي الحاجة الطبيعية مهما زادة يعني لو كانت تلات اربعة معالق عصر كل يوم يعني توقف أدويت فتح الشهية بلاش الكلام ده جماعة أنا بقول لحاجات دي بتدور أكتر ما بتنفع هي ممكن تجيب نتيجة البردوف تايم وقت معين إنما مش هجيب على اللونجران على اللونجران مش هتتخني والتخن ده يصر عليه على كبد وعلى كلا وعلى لا أرجوكي بي دا الحاجات دي